بجانب الموازي علقت اللجنة المالية البرلمانية على امكانية نجاح الحكومة العراقية بالسيطرة على الدولار مع انتهاء السنة الحالية وقال عدو اللجنة معين الكاظمي ان الحكومة والبنك المركزي يعملان على انهاء ازمة الدولار بشكل نهائي وهناك تقدم كبير بهذا الملف وهناك سيطرة على السوق فضلا عن انخفاض يحصل بشكل تدريجي على اسعار الصرف في السوق الموازي وتوقع ان تشهد السنة الجديدة انخفاضا كبيرا لأسعار الدولار مع ارتفاع قيمة الدنار العراقي خصوصا مع وجود قرارات وتوجيهات حكومية لمعالجة كل اسباب ازمة الدولار